توسع فكري وسياسي وبسط للنفوذ في دول المنطقة من أهم الأهداف التي يسعى إليها النظام الإيراني على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى حساب المواطن فبعد العراق وسوريا واليمن وجنوب لبنان تصل تدخلات الإيرانية السافرة بشؤون الدول إلى داخل القرة السمراء وتحديدا في الصومال لتغذي أفكارها لحركة الشباب الإرهابية المعروفة بهجماتها في القرن الإفريقي مستخدمة الإغراءات المالية كوسيلة للتجنيد ودعم الجماعات والميليشيات المتطرفة لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة ودول الخليج في المنطقة على حد زعم طهران تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية نقل عن مسؤولين في الحكومة الصومالية أن طهران تستخدم عناصر الحركة لمهاجمة القوات الأمريكية وباقي القوات الأجنبية المتواجدة في البلاد معلومات استخباراتية أكدت أن الحرس الثوري هو المنظمة الإيرانية الرئيسة في الصومال ولفيلق القدس تابع له علاقات مع الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية في المنطقة تستخدمها لتهريب النفط الإيراني إلى داخل الصومال قبل إعادة بيعه عبر إفريقيا للتحايل على العقوبات الأمريكية وعلى الرغم من انخفاض شعبية إيران في دول المنطقة عامة والعراق على وجه الخصوص إلا أن تدخلاتها السافرة عبرت القارات والسؤال الذي يبرز هنا متى سيقف العالم أمام تدخلات نظام طهران في شؤون الدول الأخرى؟ ترجمة نانسي قنقر